الإجراءات الاحترازية التي اتخذت السلطات الصعودية لتنظيم موسم حج هذه السنة تشمل أيضاً العمارات السكنية ووسائل النقل والمطاعم فوفق البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الخاصة بموسم الحج سيتم إلزام موظفي الفنادق والنزلاء بلبس الكمامات والقفازات في جميع الأوقات وكذلك إلزام المنشآت السكنية بتطهير الأسطح والأبواب وطاولة الطعام والقاعات والأمتعة بشكل دوري ووفق جدول زمنية أما استقبال الحجاج وتسليم الأمتعة فيجب أن يكون وفق احترام قواعد التباعد الاجتماعي وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام المصاعدي والسلالم الكهربائية وتفرض الإجراءات المتخذة كذلك على الفنادق والمشآت السكنية إزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقية بالنسبة للمطاعم وأماكن إطعام الحجيج في المشاعر المقدسة فسيتم توفير مياه الشرب ومياه زمزم بعبوات ذات استخدام واحد وسترفع جميع البردات أو تعطل في الحرم المكي والمشاعر المقدسة الأخرى مع توفير وجبات طعام مغلفة ومعد مسبقا لتوزيعها على الحجاج وتوفير المعاقمات وأدوات الوقاية الشخصية في أماكن ظاهرة ويسهل الوصول إليها ووفق الإجراءات المتخذة فسيتم تقليل عدد الموظفين وإلزامهم باتباع الإرشادات كالتعقيم وارتداء الكمامات والنظافة إجراءات مماثلة ستتبق في كل وسائل النقل المخصصة لنقل الحجاج حيث ستخصص حافلة لكل مجموعة وداخل الحافلة سيتم تخصيص مقعد لكل حاج يلتزم به طوال الرحلة كما سيتم تخصيص أبواب للصعود والنزول مع منع الوقوف في الحافلات حيث لا يتجاوز عدد الركاب داخل الرحلة الواحدة خمسين بالمئة من طاقة الحافلة الاستعابية بالإضافة إلى تطهير الحافلات وتوفير المعاقمات على متنها ترجمة نانسي قنقر